نروح لنادي الزمالك واللقاء اللي جاي الزمالك عنده لقاء أصبح من اللقاءات اللي فيها دايماً إصارة الزمالك وزائب الجبل مع مقاولين في المقاولين كمان اللقاء دايماً بيخلص بجون مخطوف الزمالك يتقدم ونينة عدل فزمالك يخطف جون تاني لقاء ما بيكونش سهل أبداً شايف إزاي فريرة يستعد للقاء إزاي اللي جاي يعني أنا شايف هتكلم كلام غريب شوية عكس المتوقع لأن انت تستعد الدفاعياً قبل ما تستعد هجومياً لأن انت لو هترسم سيناريو لكابتن شاوء غريب يمكن كلنا تفرجنا أول ما تفرجش على مباراة الناد المصري والمقاولين العرب دي آخر مباراة المقاولين العرب لعبها مع الناد المصري كانت اتنين اتنين المقاولين العرب دايماً بلعب دفاع منطقة وبلعب على السرعات اللي عنده كان عنده حلول هجومية وسرعات بتتمثل في الخط الهجوم زي محمد سالم من العربة السريعة وكان بلعب في الزمالك في وقت من الأوقات عنده اتنين قفاركة سرعة جداً فهو دايماً هتلاقيه بلعب دفاع كومباك تدفع منطقة بيقفل كويس جداً وبلعب على السرعات عشان كي قلتلك لو الزمالك عايز يكسب لازم الأول يفكر ازاي يأمن دفاعه ازاي ما استقبلش هدف؟ ازاي ما استقبلش هدف من الهجمات المرتدة لازم يكون هو طبعاً طبعاً الفرقة زي مالك نازلة عايزة تكسب فمن أول ثانية هو بيضغط ففيه مساحات في ظهره بالزبط ازاي بقى انت تقدر تعطل الهجمة المرتدة قبل ما تتعمل ولو اتعملت ازاي انت تكون مأمن نفسك على الأقل بثلاث لعيبة وراء حسب العدد اللي هيكون موجود لكن دايماً هتلاقي المقولين مقفل قدام الـ 18 عنده ودايماً بيستحوز على طول يروح رامل للسرعات اللي موجودة عنده انا دايماً بحس ان فريرة ساعات بيجرب حاجة لللقاء الجاي في اللقاء القابلية هل ممكن يفاجئ الناس ويلعب بتلاتة في النص إمام ودنجة وسيسي؟ هو ختم اللقاء اللي فات كده هو ختم كده لكن هو في نفس الوقت هو دايماً بيفكر فيأمن أكتر يكون في حد فيهم بص انا دي وجهة نظري مستر فريرام السنة اللي فاتت هو مسابت تلاتة وراء تلاتة وربعة وثلاتة لو هيلعب بتلاتة اللي انت بتقول عليدي لازم يسحب من الساكم اللي موجودين وخلنا نتكلم بصراحة أنا حتى ونا بلعب في ناد الزمالك وعلى مدى العصور كلها دايماً بتلاقي ناد الزمالك مشكلته في النواحي الدفاعية مش في النواحي الهجومية هو فريق هجومي بحث هو فريق هو فعلاً اللي أطلق عليه الفن والهندسة دي زي ما احنا بنتكلم كم دراسة الفن والهندسة دي فعلاً جملة ما تاخدهاش ان احنا بنجمل الموضوع لا هي فعلاً دي اسلوب لعب وطريقة لعب ناد الزمالك على مر العصور أمهر لعبها بتلاقيه في ناد الزمالك اللعب الجميل والمتعة تلاقيه في ناد الزمالك لكن ما يعيب ناد الزمالك والفترة اللي كنتم موجود فيها كمان شفت الكلام ده ان انت ما عندكش التحولات من الهجوم للدفاع بسرعة فدايماً بتقابل مشاكل كتير جداً انت لو عايز تكسب الزمالك احرمه مكورة لكن عايز تخسر بالزمالك زي مبراط حرص الحدود كده يعني اي حد هيسأل لو حرص الحدود ما ليهه مأفل كويس قدام ناد الزمالك لكن مش كافية ان انت تقفل كويس قدام ناد الزمالك لان الزمالك عنده حلول فردية جداً انت مش هتسطح من 90 ديئة ضغط من نجوم الزمالك من الحلول الفردية اللي موجودة في ناد الزمالك يعني الجن الاول هدف اول ده حل فردي بحط هدف شكبالة حل فردي بس من جمل بس حل فردي انت عارف اللي شكبالة يخش الجهة وشبت وعملها كمان قبل الجون عملها قبلها واللي حرس صدها لكن التانية غير بجون وهادا زيزو لوليه مزبطتش التانية زبطتش التانية مماليتش في وش رجل لكن التانية مماليت في وش رجل عملها فقال من دقيقة زيزو النهاردة لما راح انفراد هو جون كل الناس قالت هالعبها في البعيدة راح ملعب الجون وحطهاه في الديل الحل كان يبعيدة يا لسامسون انا بصراحة اوقات اديها لسامسون عشان يسجل يعني اضحك عن الناس كلها حلول فردية ما تقدرش تلعب الزمالك وتستحمل الضغط قدام الحلول الفردية اللي موجودة عنده فالفكرة كلها انت الزمالك في امبراط الماولين العرب انت هتقابل ضغوط كبيرة جدا وخصصا لفريق الماولين منظم دفاعيا اجسامهم قوية جدا الانتحامات قوية جدا وميزين جدا في كرات السابتة وكورنا وكرات العالية كمان ميزين برافو عليك صح فهي الفكرة كلها ان انت مش قلقان من الزمالك انت في اي وقت اه ممكن تختفى هدف من حلول فردية اللي هكون موجودة لكن الفكرة كلها ان انا شايف نجاح مستر فريرا مع الزمالك ان هو مسبت تلاتة وراء ليه لان انت دايما بتأمن المساكين بواحد تالت فخلاص انت لما أمنت الدفاع عندك بتلاتة خلاص بقى انت مدي حرية الفتوح مدي حرية العمر الجابر شفت افضل يكون عبدالغني وحسام والزناري ولا حسام والزناري ومسلوسي والله انا شايف ان الوينش مفيش حد بيعود غيابه يعني خلا نتكلم بصراحة التلاتة كويسين ومشي كويس او الاربعة مشي كويس تقليبت هلاني مواجه ابو الكباب بس ان شاء الله يرجع هرايب يرجع ان شاء الله بس بدأنا الموسم صابة قوية في وقت صعب يعني نأمل اللي لحب معنا افرخيا بقى يعني خلاص الوينش عايزينه في افرخيا دلوقتي يعني ان شاء الله يلحق ويرجع بكامل جهازين الفكرة مش تقليلا في اللعبة اللي موجودة والله ابدا لكن خبرات الوينش كاس عالم وولمبيات وخبرات كبيرة هو كمان بيد اطمقنين اللي اتنين بيلعبوا جنبه انا النهاردة لما بيكون بيلعب جنبي مساك جامد انا كمان بتطمل بتعلم منه بتعلم منه وبيعمل الكافرينج كويس الوينش كمان من وقت مجلسة ملك انا دايما كنت بعيب على الوينش في حاجة يمكن محدش كان بيتكلم عنها الطايمينج عنده مكانش كويس من ايام طلعي الجيش يمأخر ديئة يمزود ديئة اللي هو يعرف انت الكرة ممكن ان يفضل في ظهر رأس الحربة هتلاقيه يروح عامل فاول كرة ممكن ما تعملاش ضرب الجزاء تروح عامل ضرب الجزاء ممكن تطلع جنب عالي وما تاخدش الكرة في البدايات الطايمينج بتاعه ان هو ازاي يقدر يزبط مع الكرة ومع المهاجم اللي معاه ما كانتش مزبوطة مع الوقت حسينها بطريقة هايلة لغاية ما شاء الله الوقت يبقى احسن مدافع في مصر كلها فالفكرة ان هو بيضيف كتير الناس زمالك لكن انا بنتكلم في امر واقع وبيرهب اي فرود اي فرود مع الوينش هو عامل حساب هعمل مع ايه ده صح يعني اه بيكون فيه ازمة يعني صح لكن التلاتة اقوله اربعة كويسين لكن النهاردة المسلوسي انا شايف ان المسلوسي برضو مش عايز اقول بتظلم هو بيقدي كويس جدا ومفاجئني في المكان ده هو مش مساك لكن هو مش مساك فعبغاني بالنسبة لي هو بقى رقموحي او افضل حل اه عبغاني عبغاني خلي بالك من المسلوسي كويسين جدا انا بتكلم عنه من زمن واعرف امكانيته كويس بيسلم كويس بيسلم كويس بيسلم كويس لعيب كرة كويس بيعرف يقطع كويس خلي بالك من من ضمن اسباب ان الزمالك ياخل الدوري السنة اللي فاته عبغاني لان انت النهاردة لما طرق حامد مكانش موجود خطى نص روءة روءة جاله اصابة او ايقاف هو مكانش فيها اللي عبغاني انا بأكد على كلام حضراتي اللي هو لعب كرة كويس جدا بلعب كرة جيد ان فرير افكر فيه بس المكان ده محتاج حاجتين حد بيقطع ويسلم بشكل جيد ممكن يقطع عميس بس يبقى انا معامش حاجة عمامش اي حاجة ده بيخسرني فعمغاني من اللعبات كويس جدا بسراحة لأ وكان بدأ يتطور في المكان ده انا فاكر اخر الدوري السنة اللي فاته كان بيسدد وبيعدل ويشوت يعني خلاص هو كانت اقلم على المكان ده انا كنت خايف عليم يرجع لعب سيرتباك تاني او مساك ما بتختلفش كتير خلي بالك اصل برضو انت في المكان ده ممكن تغلط لكن في السيرتباك او في المساك الغلطة خلاص استاذ في الحتة دي عارفل الغلطة في الحتة دي خلاص بيقى منك لجون انت انت اخر اخر جدار قدام الحرس المرمى فالنهار ده لما بتغلط خلاص ده انفراد على طول فعبغاني انا شايفه من احسن الناس في المكان ده مع حسام طبعا ماشي بشكل كويس جدا ومالسنة اللي فاتت الغزالة القادم ده لا ما شاء الله علي كويس يعني بصراح المسلوس بيقدي بشكل كويس الزناري بصراحة عارف اللي بيخلوها ستابه الزقاء اللي فات سبت رجله في الارض بالزبط لكن البداية البداية اه طبعا انت النهار ده لنز زمالك لما بتلع في لنز زمالك ده حاجة جبيرة جدا انا بتلع كمان في الاندياة الجمهرية عموما بيبقى ضغط كبير جدا ضغط نفسي وضغط اعلامي على اللعيب يمكن فيه لعيبة بتكون جاية النهار ده انا بخلص التمرين او بخلص الموت شبرة وحنام بخرج عادي حياة طبيعية في يوم الليلة حياته كلها بتتغير النهار ده الاعلام بتكلم عنك النهار ده ما بتعفش تمشي في الشارع ما بتعفش تاخد حريتك فكل ده ضغط على العيبين اللي قدر يستحمل مين اللي هيعدي كل ده ويبدأ ياخدها ستب باي ستب وتلاقيه بيسبت رجله واحدة فالطبيعي ان يكون البداية مش كويسة لكن الطبيعي بعد كده ان المستوي على وده اللي بنشوفه بصراحة من اغلب اللعبة اللي موجودة